السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بك في حلقة جديدة من أهلا بالسريع مباريات رابط 10 وصفر وهيا بنا من لاعب ثور 16 هناك ذبابة في المكان تحاول أشياء لبزات بأننا كتير ملعبناش لندن ولا إيه نلعب لندن تغيير جو والله هذا الشكل من أسخف الأشكال على لندن والكوينز انديان والكوينز انديان المفروض أننا ما بعملش فيه نايت بي دي 2 الكلام ده نلعب شطرنجة عادي أسحب الفيل لو فيه مشاكل بشيب دي 3 حلو الكلام أنا هبيت أكل أكلت أكل أكلت أوكي أوكي لحد ما نفهم هو عايز إيه عايز كوين هنا يعني يطلب مات والحاجات دي ما إيش عادي طلب المات موجود بس أنا عايز نكسر يعني عادي الشكل تعادلي جدا فيش مانع لو كسرنا حاولنا نخترق على الدي 6 برضو ما فيش مانع مش عارف ليه جالي شعور كده أن أنا أحسن لوهلة هو بيقفل السكة على فكرة أن الحصان يجي على دي 6 ممكن نلعب اي 3 بعدين أطرد الحصان بس دايما في إضعفات لهذه الأفكار في فكرة تانية نايت اي 5 نايت سي 6 في فكرة تالتة كوين اي 4 أفكار كتير بس أنت في الآخر كبنى آدم بتلعب شطرنج هتلعب فكرة واحدة يعني ممكن ممكن تفتح الشباك واخد بالسيادتك ممكن تفتح الشباك وتهش الدبانة ممكن تدور على مضرب الدبان وتضرب الدبانة ممكن يعني في كذا طريقة للعراك مع الذباب ولكن في النهاية أنت هتستخدم طريقة واحدة طريقة واحدة في الآخر يعني ممكن تصبر الصبر برضو من الحاجات الجميلة يعني تفضل صبر واخد بالك إن شاء الله هي هتمشي الوحدة لا هي مؤدبة وهتمشي الوحدة إن شاء الله أنا قاعد كنت بلعب شوية بوليت بقالي أكتر من من نص ساعة بعدين قلت أصور بمجرد ما بدأت التصوير هاي هت هتصور أما أرخم عليك حريك مين أنت مش عارفني أنا الدبانة اللي كنت هنا من من أيوة من الفترة طب طب أتكلع لله بقى شوف أنت راحة فين شوف أنت راحة فين عشان ما بدشي على حد شكرا وهيكسر دلوقتي يا أصلي ما يصحش أصلي وكده هو طيب يا سيدي شكرا شكل متعدل ورخم ومش قادر أوصل يعني أعمل إيه دلوقتي واحدة انتظاري نمنع نايت بي فور واخد بالك نمنع نايت بي فور نايت سي سي سيكس هاتنقل إنت يا أم ثور عندي حصان جيد على الإي فايف هو كمان عنده حصان جيد على الدي فايف ما فيش حاجة فاهم أوكي بدأ بدأ يعني إيه يعمل ميجر تشينجس ان دا بزيشن ميجر ميجر تشينجس طيب عاوزين الفيل الفيل هيرجع مكانه يرجع فين يرجع مكانه معقولة يرجع مكانه شيء حرام عليك حضرتك دا أنا انت الحك تتنساني والله يجد عنها دي الأشكال الأفضل فيها ان انت تفضل قاعد ساكت ما تعملش أي حاجة دا لمصلحتك لمصلحتك أنا مش لاقي حاجة معينة مفيدة تتعامل احتمال ألعب حاجة زي كده بحضر لنايت دي سابن نايت سي فايف حاولي أعمل بيدوق ساليوك 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 في حاجة كمان عايز أحكيها لسيتك حسنًا الآن الأفضل يأتي هي موتة ولا أكتر خش يا سيدي أتب لجبك ماشي هي تلفيه أي ده بقى جبتها منين دي هم؟ قل لك جبتها منين دي يعمل كده تخيل عادي عادي عامل كده دلوك شغل الفيل عادي 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 ع معلش معلش ما تكترش ما تكترش لو لعب كينغ E8 وش هاد وش هاد يا شيخ عايز يفتح للفيل منطقي منطقي جدا I'd love to take your opponent left the game ممكن بيراجع حاجة بس وجاي مش حوار يعني 23 ألف مباردة من ده سفاح ده تلي بالك طيب فكينا الرابطة وهات البيضة لو أكل باكل بكش لا تذكر هذا لا تذكر لحظة I may I may � I may هاااااااااااااااا هاااااااااااااااااااا جاتلي فكرة الله! ده ده لمحة كده هو لمحة كده هو ده ساب الفيل ايه ده ده ينسحب بقى ينسحب اصلا جاتلي فكرة ايه بقى اه اوكي جاتلي فكرة دي وديله واحدة فيل في بيدا ياكل اديله كيش واخد اوكي هل تقدر تقول ان احنا عملنا فيها ماجنيص لعبنا الاشكال التعادلية جدا و مش محتاجين بقى نقعد نقولي الحاجات دي ماشي احنا هنا في حتة تانية ليه لان الفيل بيروح بس هو لم يستغل هذي ال وده سمحلي اني افتح نفس للفيل بـ H3 فعلا وقعدنا ندشمل ندشمل الشكل الصفار يا ولدي رجع هنا كوين دي فايف وزا جود اي دا لكنه لم يستغل كوين اي فور نايت اي فايف الانجين بيقولي كوين بي ثري واضغط عالبيدة طب ما كوين بي ثري يضغط كده اهو دلوقتي تجيب بقلوز اولا عشان لو اكل بتماشي فكرة حلوة لكثر التماسل هنا بيقولي لعب اي فور شفتها بس هيلعب عليها كده دلوقتي انا بوقع المربع ده ممكن استخدم المربع ده اي فور وزا جود ايديا سبني وراح يا هوا تيكس 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 كوين سي تو اول اول انا شفت من شوية حاجة شفت ايه اوف بيشيب ايش فايف واو لم ارى هذا بيشيب تيكس اي فور كان عنده بيشيب سي فور لعب عليها نايد هنا مثلا نايد هنا دي وحشة اه هياخد الفيل اوكي طب لو دي بيدق في بيدق بيدق في بيدق بعدين افسيك بس ده اضعاف دايما اعمل كارسا يا جماعة المطش ده يعني محدش عامل كوارس كده هو عامل تراثة بلندر بس ايه التراثة بلندر دول مش للدرجات دي عمس توك فيش انتم خلينا بنشيب يعني الالف بونط اللي بينا الالفين بونط اللي بينا وبينك دول برضو عاملين مشاكل كبيرة بريت بيرد اهلا بيك في المبارة رقم اثنين في هذه الحلقة 掰掰 لو مستمتع بالمحتوى فضلا واحد لايك لذيذ فضلا تشترك فى القناة وا PROPs like واسمو شيروف اتاك مش فاكرض علي اي حاجة خالص اقول لك مش فاكرض اي حاجة خالص قدرني قدرني بالاس تقدرني يا اخي قدرني يا اخي اه اديها واحدة ايوه صحيح ايوه مظبوط مظبوط لنا زعلان ولا هبطان ايوه مشكلة يعني تلعب لين ما انتاش فاكر فيه حاجة دي مصيبة والله تشوف اللي احنا بنشوفه ده تشوف يعني معركة من ابشع ما يكون من ابشع ما يكون وبعدين يا سلام المين لينز في الكاروكان كتير في النكدورف كيتي طب اعمل ايه لازم اكون بذاكر انه عندي 7-8 سنين يعني ولا ايه يعني يعني اخرتها ايه طيب اه معاناة كل يوم معاناة كل يوم كوين تيكس هات الوزير هيضبطني طبعا خيلي لو عملت كده عنده وزير في بيد اوكي طب انا ده ده يعني ده اندي جيم حقير طب ايه رأيك من بعد اذنك يعني نخش نهايات نجيب الناهية يعني في الشكل بعد اذنك نجيب الناهية عنده نقل حلو هل عنده دي؟ اوكي بشيب دي هات البيدق يا حبيب بابا يا حبيب بابا بيوتفول 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 طب وده ده هيبقى وضعه ايه في العمق الشطرنجي اللي احنا فيه ده انا اعاني اعاني وبشدة كول يا حبيب قلبي تفضل الف هنا وشفه كوين تيكس كينج دي سفن كوين تيكس جي سفن نايت نايت إي سفن محدش يقول لي حدد أنه نايت ما في جغل نايت واحد بيروح الإي سفن أنا في هذه المباراة أو في هذا القرار قد فضلت النشاط القطعي على الماتيريال هذا ما يمكنني قوله ما رأيك في بيشب هنا وتسيبني أكل الفيل ونقيم الأفراح والليالي الملاح واحدة من أجمل الأشياء التي نفعلها في هذه السلسلة حقا أنك تتابع معاناة حقيقية للعب الشطرنج على الرؤى كم من القرارات والحسابات كم كبير والصراعات العقلية ممتعة ممتعة للي بيحبها لا يعفهم في ناس تانية ممكن تشوف إن الشطرنج ده مملة وسخيف but I don't think so أه خد القرار الصح هات الوزير هات الوزير بس هذا القرار يتبعه قرارات أخرى هذا الحصان سيستيقظ من نومه أكل ولا أرجع كده قال يعني عايز حاجات يجي يطلبني وأنا لو كانت يمشي ووزيري متعلق بس بيهرب في E3 بيهربش في D4 آه بيهرب في D4 عشي شعق بني اوي مش عجباني اوي اسمح لي هاكل هاكل عادي ده جاي هنا على حس الرابط وحاجات كبيرة موضوع مش مش فلبيني يعني ايه الموضوع الفلبيني ده لت اس ديسكرايبز التهديد ما نشايف النقلة دي جيدة هذا الحصان الآن مطلوبه كده بطلبة على الوزير يمشي يأكل هنا الكلام ايه الكلام على ايه الكلام على بيشب E3 أكل يأكل بالبيدأ كلب الوزير يخسر الحصان طب الكلام على ايه والله انا شايف ان لو بيشب E3 بيشب تيكس بونتكس كينج سي سابن الحصان مطلوب البدأ اللي على ال E5 مطلوب البدأ اللي على ال B2 مطلوب دا كنت مستنيد أخلي بالك دا كنت مستنيد أخلي بالك المشكلة ان انا بعد ممشي كده يأكل كده يأكل كده يأكل كده هنكسر طب اكا اني جاي في وجه الطوفان ما هو الطوفان المقصود بهذه العبارة طب لحظة 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 كلت بالبيدأ أكل وزير بكش أكلت أكل بالبيدأ قمت لعب بي فايف يمشي أكل حلو دا حلو دا دا أصلا حلو دا أصلا عجبني عنده بيشب D1 بيشب D1 لو أكلت مقدرش يأكل حسب الدبل أكلت مقدرش يأكل من القمة بيش 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 سيكس عايز الحصام بيش؟ بيشرين طبعاً ننجد صحبه ولا? نديله كش من هنا نخنق عليه نقفل عليه شباكل شباكل ايه? هات يا عم. هات يا عم الكش ده حلوة يا عم. اكسر يا بيه اكسر. علموك كده تكسر. مالش هاكل بده هي غريبة شوية بس انا هاكل. يا عم ماشي بيت يا عم. بيت يا عم انا مش خايف منك يا عم. اه هي دي. هي دي. هي دي بس والله مش ههنيك عليها والله ما هي ما مهنيك عليها. الله. المان دزن تكير ارال. مالو? دزن تكير ارال. معقول? اه. دزن تكير ارال. معقولة? اه. تعال اكسر بس ده هي وقعة. شكل اربعة على اربعة. معقول بهذه البساطة. دفعة بيدقية اكلت. دفعة بيدقية بقى الموضوع خطر. الموضوع خطر على طول. لازم ادي كيش واكل البيضة. يدفع كمان عايز دي. مش عارف اعمل ايه. في ناجي كده. عايزين نكسر. جرائب البيضة. ادفع. هذا هو بلدز ومحتاجين بقى ان احنا نقيه. اوكي. حلوة النقلة. اجي كده. احاول قدر الامكان. اغزو صف السابع. حتى لو جيه يكسر دي هتبقى سيئة. هو ممكن يدفع البيضة. ده منطقي. بس هتديله كيش واجوز على السابع وحاول اتعادل. ان البيضة او يمكن اكل ويدفع البيضة اروح اركب البيضة من ال H2. بس هلا يبقى في مكان. مش عارف. رجل اللي خلاص رضي بالمتاح. طب لو عاوز اجوز دلوقتي عشان اخد تعادل سريع. هاجي يكسر. هكسر واخد البيضة. يدفع تاني اروح اركب البيضة. ممكن اكل مباشرة. يدفع تاني. لا خليني بقى انفز التهديد مباشرة يعني. تعالي. عايز تكسر نكسر. خلاص هو رضي بالتعادل. رضي بالتعادل. هو الفكرة ان انا لقتي لو اكلت. دفع البيضة تاني جيت كده. هو كمان بيجي كده. فكرة انت تتخيل يعني. والتعادل اللي كان في ادينا. لو اكلت. دفع البيضة تاني جيت كده. اوه جيت كده بيرقي. يعني لو اكلت. دفع البيضة. جيت كده اصلا بيرقي. يا خبر ازرق. روك ديكس. اشد الدفع. ارقش. اشد الدفع. يا خبر ازرق. يا خبر ازرق. يا خبر ازرق. من ايه اجيب وزير هاكل هاكل هدفع البيضاء ما بيركبش بيضاء من الايه من هنا ما كنت عاندي افكر مثلا ؚنالى افيدة الفوق ليه 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 فين التفوق ليه مش شايفه ده وقتا قاعد بيعد ويجري هي الفكرة دي دي الفكرة صح كمان يبقى فيه تفوق هنا مش شايفه طب ما تقول لي فين روك دي بي 2 روك تيكس اه 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 بعد ما جيب الراجل الجنبي ده طيب أوكي طب لو مش كده ديتو كيش ديتو كيش مش كده فين المكسب روك ايتو مشيت روك دي اه دي اللي بتكسب طب وما اللي بيقول لي بي 4 بتكسب دي اديها تبقى تكرار اوكي هي انما دي اللي بتكسب اوكي ودلوقتي اكل طب لو دفع البيد بتديله ماتف واحد الانجين دي اللي بتطلعها لك اني يا سلام على البسوتو يا سلام على السهلولة انا اصلا مش عارف كيف انا جوت من هذا الافتتاح اساسي امشي مشيت حصان سي فايف ايتش فايف وسبت كل حاجة مكانها واكلت اكل اكلت اكل طلعت اكل كوين بي سيكس كوين دي ثري كوين تيكس بيقول لي كينج اف ايت انا مشيت كده وهو انتشر هنا كان عنده ياكل تاني بكش بعمل كده وانا احسن لك انت تخيل يعني التفاعل انا جبته بالمخ طلع مزبوط بي فايف مش عجبه ارحمنا ياعم الاكلة دي وحشة طب ما انا شفت ان انا هعمل كده يوم بيت طويل اقوم كده كده نفس الكلام ايه ما في ايه دي طب ما هو شبه للحاجات ده كان بيقع وده كان بيقع ما ترحمنا يا اسطح هتلاقي بقى التفصيلة التانية انه بياكل المرة دي هنا وبيبقى طالب هنا لكن المرة دي لما بياكل هنا ما بيبقاش طالب يعني حاجات حاجات 3000 سبعمية كده واخد بال سيادتك على كلنا المنبرات اخير دي دايقتني الحقيقة بس يلا معلش كما نكونوا بسطوا واستمتعتوا بهذه الحلقة واشوفكوا على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة